اشتركوا في القناة الذي نحي فيه الآن زو طبيعة شديدة التغير والتعقيد والتطوير خاصة في مجال الأفكار الذي يؤثر تأثيرا كبيرا في مجريات الأحداث وإنه لمن أسس التجديد الهامة في مجال الفقه والإفتاء التي تحقق مقاصد الشرع الشريف من المقاصد التجديد في استعمال وسائل التوصيل المناسبة ومن ثم برزة فكرة السعي إلى تكوين مؤسسات إفتائية رقمية باستعمال وسائل التقنية الحليثة على أفضل وأتقن ما يكون ومن هنا جاءت فكرة عقد هذا المؤتمر العالمي السادس الجامع تحت شعار نحو مؤسسات إفتائية رقمية كما أكد الدكتور شوقي علام أن العلماء بادلوا جهدا كبيرا وتعاونوا من أجل إعادة صورة الإسلام السمحة التي شوهها الإرهاب الغاشم وأضاف مفتي الجمهورية أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة أثرت في تجديد الخطاب الديني مشهددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في أكثر من خطاب إلى تجديد الخطاب الديني ناديتم فخامة الرئيس في أكثر من خطاب في أكثر من خطاب ومناسبة بدعواتكم الشريفة المتكررة الملحة من أجل ضرورة تجديد الخطاب الديني وأطلقتم سيادتكم نداءات التحزير الصريحة الواضحة من الخطر المحدق بالعالم كله جراء انتشار الأفكار جراء انتشار الأفكار الإرهابية التي هي أشد فتكا وتدميرا من خطر السلاح والمتفجرات وكانت الاستجابة الفورية من مؤسسات مصر ومن دار الإفتاء المصرية ومن الأمانة العامة لدور يهيئات الإفتاء في العالم ومن علمائها الكرام استجابة سريعة لتحويل دعوة سيادتكم لتجديد الخطاب الديني إلى برامج عمل علمية وخطط ومشروعات موسوعية وبحسية سرعان ما خرجت إلى جميع أقطار العالم واستفاد منها القاصي والداني وفي كلمته التي ألقاها ميابتا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الدكتور عمرو طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا المؤتمر يعد خريطة طريق للتعاون الرقمي بين دور الإفتاء وأشار طلعة إلى تنوع المجالات التي يمكن من خلالها تسخير التكنولوجيا لخدمة الفتوى من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف ضرورة دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية في مجال الإفتاء والوعظ الدينية مشددا على حتمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية لنشر الفكر المستنيرة كما أكد وزير الأوقاف ضرورة تأهيل المستمر للوعظ وأمناء الفتوى بما يمكنهم من فهم الواقع حتمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية ولا سيما المتنازرة تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتضييق الفضاء الواقعي والإلكتروني على جماعات التطرفي وأبواقها العميلة المأجوعة التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين في مجال الشأن الديني من الخطباء والوعاظ وأمناء الفتوى بما يمكنهم من فهم الواقع وقضاياه ومستجداته والتسلح بأدوات العصر ولا سيما ما يتصل بعصر الرقمنة واستخدام مختلف أدوات ووسائل التواصل الحديثة والعصرية وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد الدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا المؤتمر يعد خارطة طريق للتعاون الرقمي بين دور الإفتاء وأشار طلعة إلى تنوع المجالات التي يمكن من خلالها تسخير التكنولوجيا لخدمة الفتوى تمثل مؤسسات الإفتاء المرجعية الشرعية في شتى مجالات الحياة التي تنظمها الشريعة السمحة والحصن المنيع للذود عن الأمة الإسلامية في مواجهة فوضى الفتاوى التي تبثها الجماعات الظلامية ولذا فقد أصبح من الضروري والحتمي تسخير كافة الإمكانات لتعزيز قدراتها الرقمية وتمكينها من التجاوب مع متطلبات المستفتين بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية التي باتت تتصارع وطراتها يوماً تلويوم ومن هنا تبرز أهمية استخدام الوسائل الرقمية في خدمة الدعوة والإفتاء في ظل ما يمثلنه من مكون أساسي في تشكيل البنيان الفكري للمواطن المصري ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقرنا قاد المؤتمر مرسل أخبار مصر حمادة العربي حمادة مرحباً بك لو تضعنا في أجواء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السادس للإفتاء تحياتي لك محمد جوهر ولكل مشاهد التلفزيون المصري بالفعل انتهت منذ لحظات قليلة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر دور الافتاء السادس هذا المؤتمر بعد ذكر ما تم من تفاصيل على لسان عدد كبير من كبار المتحدثين في هذا المؤتمر يأتي القاية الضوء على دور الافتاء في هذه المرحلة الحساسة تحديات وإجراءات احترازية لكوفيد ناينتين فرضت نفسها على الساحة لذلك تسعى دور الافتاء من خلال هذا المؤتمر إلى التوصل إلى آليات لتحدي جميع المشكلات الخاصة بالافتاء نتحدث عن رقمنا كاملة لجميع دور الافتاء على مستوى العالم دور الافتاء المصرية برئاسة الدكتور شوق علام اتخذت عدد كبير من هذه السبل للحفاظ على الهوية الوساطية للدين الإسلامي ونشر ثقافة الوساطية ومكافحة الفكر المتطرف حديث الحضور جميعا أكد على هذه المعاني السامية استخدام جميع تطبيقات التكنولوجية الحديثة وصولا لجميع المستهدفين على مستوى العالم نتحدث اليوم عن فتاوى إلكترونية عن تطبيقات إلكترونية يستطيع من خلالها جميع أفراد العالم التواصل مع دور الافتاء الخاصة بهم حديث المتخصصين أكد على أن الفتوى مجال واسع للغاية هناك متطلبات لها لا يتصدر لها إلا العالم الفقيه الذي يمتلك جميع أدواته وصولا إلى فتاوى تساعد الناس في تسير أمور حياتهم يمكن الحديث طويل عن هذا المنحة تتعدد جلسات المؤتمر اليوم وغدا وصولا إلى آليات تطبيقية للفكرة الوساطية عبر استخدام وسائل التكنولوجيا كلمة الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات مع كلمة الدكتور شوق علام وكلمة الدكتور محمد مختار جمع وزير الغوقاف وعدد كبير من الضيوف أكدت على هذه المعاني بالتحديد مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب مكافحة الجهل وأحيانا غياب الوعي لدى عدد كبير من المؤسسات والأفراد في مختلف دول العالم يأتي عبر التواصل المستمر باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة تطبيقات يتم تحميلها على الهواتف المحمولة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى أن يكون هناك مصدر قوي ومصدر موثق للمعلومة للإفتاء على مستوى العالم مؤتمر مهم للغاية يتواكب مع نظرة مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف وترحيب من جميع الوفود المشاركة بتنظيم مصر لهذا المؤتمر سواء من الدول العربية أو من مختلف دول العالم الحاضرة بقوة عبر رؤساء دور الإفتاء لها أو ممثلين عن دور الإفتاء لها في هذا المؤتمر شكرا لك حمد العربي مرسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من مقر المؤتمر وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة 44 أس ألمانية الصنع قادمة من ميناء كيل بألمانيا بعد أن أبحرت بتاقمها المصري ويمثل انضمام الغواصة تعزيزا لقدرات قوتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وكذلك تأميق قناة السويس والمحافظة على الأمن البحرية بما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم بالمنطقة وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S44 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع والقادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بتاقمها المصري ويمثل انضمام الغواصة S44 تعزيزا لقدرات قواتنا البحرية القتالية وحفاظا على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس كذل محافظة على الأمن البحري وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الاتحادية ويمثل اقتناء الغواصة S44 ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم في رفع تصنيفها عالميا من جانبه أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة S44 إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائما في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية موجها الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدام قادة القوات البحرية والسفير الألماني بالقاهرة والملحق العسكري الألماني بالقاهرة وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي وعدد من طلبة جامعة الإسكندرية وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية وقد شهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشاة متعددة الحمولات والمهام وقد شاهد العرض أعداد غفيرة من المواطنين وذلك احتفالا بوصول الغواصة S-44 في الفترة الأخيرة شاهدنا تدور سريع في القوات البحرية ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر وزير الدفاع على التدور الهائل وانضمام قضاء بحرية جديدة لقوات المسلحة وتحية مصر تحية مصر ألف ألف مبروك لمصر ولينا ولدنياتنا وللبحرية دي كلها وإحنا فخورين بريسنا اللي خلينا يبقى عندنا قطع غالية زي دي نفخر بيها وقول لولادي إحنا بقى عندنا الغالية كله شكرا يا رئيس وشكرا يا أولادنا يا اللي بنيته ويلا عليتنا الفوق ألف شكر لكم والجيشنا اللي بيدفع عننا واخد بالهم مننا شكرا شكرا إن شاء الله بتوفيق يا رب إحنا فخورين جدا ببلادنا وفخورين بالشعب جدا فرحان ومبسوط والناس بين على وشوشها البهجة وتحية مصر وصلت عناصر من القوات الجوية المشتركة في تدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي زايد 3 إلى قاعدة الظفر الجوية بالإمارات والذي يتم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرزات وتستمر فعاليته لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة تتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبدل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة بهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحداث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف ظروف نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر من شائعات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية المشتركة عامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لشائعات المتدولة وشددت الوزارة على أن عملية استلام ورصد وتصحيح كراسات الإجابة لطلاب الشهادة الثانوية تتم من خلال منظومة مؤمنة ومحكمة تحت الإشراف إشراف الأجهزة المعنية حيث يتم تصحيحه مركزيا وبشكل إلكتروني وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيحة وذلك مثل الأعوام الماضية دون تدخل أي عنصر بشري لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجابته وجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالا زايد بالانتهاء من تطعم العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح كورونا خلال الشهر الجاري وذلك بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط الصياحة والتعايش الآمن مع كورونا جاء ذلك خلال زيارة الميدانية لوزيرة الصحة لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر حيث تفقدت الحجرة الصحية بمطار الأقصر الدولي وعدد من المستشفيات ووحدة طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي انطلقت بالأقصر فبراير الماضي ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 198 مليون بينما تخطط حصيلة الوفيات حاجز الأربعة ملايين وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء حيث وصلت الأعداد الإصابات إلى 35 مليون في حين بلغ إجمالي الوفيات قرابة 600 ألف وفي فرنسا ذكرت هيئة الصحة العامة أنه تم نقل أكثر من 7500 شخص مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات بينهم أكثر من ألف إصابة في العناية الحرجة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الوقت الذي تواصل فيه الموجة الرابعة لكورونا الانتشار في فرنسا فرضت الصين أغلاقا كاملا على ملايين السكان لاحتوى أكبر تفشي لكورونا منذ أشهر وبلغت السلطات الصينية إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض قيود على السفر هذا قد سجلت الصين 55 إصابة جديدة ناجمة عن انتقال العدوى محليا فيما تنتشر المتحورة دلتا شديدة العدوى في أكثر من 20 مدينة وأكثر من عشر مقاطعات أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها وخلال استقباله لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي قال سعيد أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد وأعرب الرئيس التونسي عن ثقته في القدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب ودعم الدول الشقيقة والصديقة مشيرا إلى وجود اتصالات مع بلدان صديقة للمساعدة في خفض العجز المالي لبلاده استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن على خلفية الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب قبل تسواحل سلطنة عمان والذي أصفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم يحملان للجنسية البريطانية والرومانية وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن وأكدت ضرورة تسمح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولية من جانبها أنفط طهران أي صلة لها بالهجوم على ناقلة ووصفت تلك الاتهامات بالمتناقلة والكاذبة على حد قولها أخبار الاقتصاد أهلا بكم ارتفعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي بدعم من عمليات شراء من جانب المستثمرين المحليين والأفراد العرب والأجانب صعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنحو ثلاثة من عشرة بالمئة مسجلاً عشرة آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثين نقطة كما ارتفع المؤشران إي جي أكس سافنتي إي دابيو آي وإي جي أكس وان هندر دابيو آي بنسب تروحت حول ثمانية من عشرة بالمئة صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي بأن النماذج المتدولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنياً هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير قال المصدر إن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري مشيراً إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإخبارية صوراً لعملات بلاستيكية للعملة المصرية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً والتي من المقرر أن يتم طرحها أن يطرح البنك المركزي قبل نهاية العام قالت وزيرة التخطيط هالا السعيد إنه تم توجيه استثمارات زراعية كلية لعام 2021-2022 بنحو 73 مليار و800 مليون جنيه مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام 2021 بنسبة زيادة حوالي 72% وباستثمارات محققة عام 2019-2020 قدرها 39 مليار ونصف المليار جنيه جاء ذلك في تصريحات لوزيرة التخطيط بمناسبة إعلان الوزارة مستدفات قطاع الزراع بخطة العام المالي 2021-2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة وتتمثل مستدفات قطاع الزراع في زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه مقابل نحو 1022 مليار جنيه عام 2020-2021 ذلك إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 2021-2022 مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 2019-2020 أعلن وزير المالية محمد معيت مضية الوزارة في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصرفات والإيرادات وإرساء دعام الانضباط المالي ورفع كفاءة الانفاق العام على النحو الذي يساعد في تعظيم الموارد لتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة إليهم والارتقاء بمستوى معيشتهم وأضاف الوزير أن استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية والتطبيق الدقيقي للتعليمات المالية تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف بما يتصق مع مستدفات برنامج الإصلاح الهيكلي وتطوير الأداء الحكومية الذي يشتهدف تيسير المعاملات الحكومية وختام نشرة الأخبار شكرا لك بالمتابعة شكرا لك محمد شكرا لك سارة وشكرا لكم مشاهدين بلالقاء اشتركوا في القناة